السيد إدوارد ديفيدز المدير الإداري لسفينة لاغوس هوب مرحبا بك في مصر جزيلة شكرة أعلم أن هذه ليست المرة الأولى للسفينة في مصر نعم كانت المرة الأولى في 2010 ما الفارق بين الزيارتين؟ أظن أن الفارق بين الزيارتين هو من حجم السفينة نفسها لأن هذه المرة الأولى التي نستوعب ونستقبل أكثر من 60 دولة هذا فارق كبير وكذلك في هذه المرة فإن الزيارة تمت استضافتها ورعايتها من قبل الحكومة ومن قبل محافظة برسعيد هم دعونا وقدموا كل الخدمات والتسهيلات واستقبلونا بكل حفاوة وترحاب لهذه الفترة المطولة من الوقت هذا كذلك فارق آخر وأظن أنه ليست هذه العادة لأي سفينة أن تظل في الميناء طيلة هذا الوقت وهذه بالطبع فائدة كبيرة لنا كذلك فإن السفينة مفتوحة للعامة لإستقبالهم هل كان لديكم الفرصة في أن تخرجوا خارج السفينة؟ هل قمتم بجولة ميدانية في المحافظة؟ نعم المحافظة قدمت لنا جولة سياحية لزيارة جبل الملح في إحدى الأماكن المجاورة وكذلك زرنا الكنيسة الأرزوزكسية القبطية وبعد ذلك أنعنا يومنا بوجبة سمك شهية في سوق السمك هنا في برسعيد أجواء الضيافة وروح القرم والحفاوة كانت بالفعل مست قلوبنا اسمح لي عن الهدف الرئيس لهذه السفينة هناك ثلاث أهداف نحن نرغب في مشاركة المعرفة ونسوى كذلك المساعدة والأمل المعرفة والمساعدة والأمل نعم كما تعلم أن هذه السفينة الأكبر حجما العائمة ونحن نحمل أكثر من خمسة آلاف مجال معظم الكتب الإنجليزية وهناك كذلك بعض الكتب العربية ولكن نحن في معظم الأوقات نبيع الكتب الإنجليزية هذا هو ملمح كذلك فإننا نرحب بأطفال المدارس لبرامج التعليمية الخاصة بالأطفال ومن ثم ليست طريقة واحدة للتعلم نعم نحن نهتم بالشباب والصغار والأطفال من عمر سنتين حتى يتعرفوا على الثقافة هنا في مصر ويتفاعلون مع المحليين ومع الشعب هنا والشعب هنا ودود للغاية وهذا بالطبع جزء من التعلم والخبرات والتجارب التي يكتسبونها هذا أحد الملامح الملمح الثاني ألا وهو نحن منظمة غير حكومية تدش نوم مشاريعها ولكن على نطاق أصغر ومن ثم علينا إذن أن نسلط الضوء على هذا الأمر نحن نسعى إلى تدشين حملة لتنظيف الشواطئ وجمع الكمامة هل هذا هو جزء من الطاقم؟ نعم نحن نتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية لتنظيف الشواطئ والسواحل هذا رائع إذن ما الدرس المستفاد الذي ترغب في أن تعطيه للآخرين؟ كما تعلم فإن أجواء البيئة هي في غاية الأهمية وأظن أن البيئة مهمة جدا يمكن للجميع على استمتاع بهذه البيئة في أفضل أشكالها وكذلك علينا إذن أن نحافظ على هذه البيئة ونضمن نظافتها وصونها إذن علينا أن ندعم الأماكن الصديقة للبيئة وهذا هو السبب وراء أننا قمنا بإرسال بعض طاقمنا للمساهمة في تنظيف وتلشين حملات لتنظيف الشواطئ من بين عدة مشاريع أخرى كذلك النظارات نحن نقوم بعمل التشخيصات الأساسية للنظر ونقدم النظارات مجانا لهم هذه بعض المشاريع هناك مشروع آخر وهي أعمال الصيانة وأعمال الدهانات لتدعيم وتقديم المساعدة كل هذه المشاريع تدمولها الشركة نعم والهدف الثالث ألا وهو زرع الأمل نحن نرغب في أن يكون هناك قيمة جديدة وقيمة حقيقية وكذلك غرض يدعونا للإستمتاع بالحياة نقدم فرص العمل ولدينا الكثير من المتطوعين إذن نرغب في أن نشارك هذه الدروس نشارك هذه القيم نشارك هذه القيم المستفادة من شخص لآخر ومن السفينة إلى العام هذه هي الثلاثة قيم كذلك أنت طرحت مثال جيد على التعددية لأن هناك الطاقم يضم أثر من أربعمائة شخص من عدة دول إذن ما هي التجربة الفريدة في هذا الصياط كما تعلم عندما ننظر إلى العالم اليوم فإذا ما عشنا معا هذا يمثل تحديا بحد ذاته ومن ثم هناك الكثير من الأشخاص المستضعفين في دول أخرى إذن نحن نعلم الأشخاص كيف نتعامل بقدر من الذكاء الثقافي والذكاء الاجتماعي وهذا بالطبع سوف يساعدهم كثيرا حتى تكون مواطنا أفضل ومواطنا صالحا بعد قضاء هذا الوقت على السفينة سوف تعود أدراجك إلى بلادك لأن الأشخاص حتى في البلاد متعددين كل شخص يسافر ربما من بلد لآخر إذن نحن نتحدث عن التعددية والوحدوية في الوقت نفسه وهذه هي الأهداف التي نرغب في أن ندعمها لأن التعددية تعني من ناحية أخرى الوحدوية وكذلك أن تتقبل وتفهم الآخر عليك أن تتعلم عليك أن تستمع وعليك كذلك أن تقبل الآخرين كل هذه طرق مختلفة لفعل الشيء ربما طريقتك ليست هي طريقة الخطأ لأن طريقتي مختلفة عنك أنت تفعل الأمر بطريقة مختلفة عني ولكن كلانا يصل لنفس النتيجة إذن نحن نتحدثون عن التعددية زرت أماكن مختلفة حتى عندما تعود أدراجك إلى بلادك وموطنك الأم تحضر معك هذه القيم وتطبقها في مجتمعك سواء إذا كانت الجامعة أو بيئة العمل لغرس ثقافة التنوع والتعددية في بلادك ما هو المفهوم الأساسي لإجراء وتدشين أنشطة الأعمال لماذا الشركة تفعل كل هذا؟ هذه رسالة إنسانية أظنها كذلك نعم هذه الرسالة ليست عن نشاط أعمال لا نحن منظمة غير ربحية وكما تعلم أن جميعنا هنا متطوع وهو معظمهم هي فرصته الأولى هنا نحن نقدم ربما بعض الأموال البسيطة لصرف الوجبات وما إلى ذلك ولكنها مبالغ زهيدة ولكن جميعنا هنا متطوع لأن هذا نشاط غير اعتيادي ولكن الرسالة هنا في غاية الأهمية نرغب في ندعمها ونشاركها هل لك أن تخبرني أكثر عن القصة الأساسية وراء هذه السفينة؟ السفينة بنيت في ألمانيا في عام 1973 وبدأنا هذا المشروع في عام 2009 نحن نتحدث عن أربعة أو خمسة أعوام لصيانة السفينة وتقديم خدمات البيعة لأنه لم تكن هذه السفينة بهذا الحجم وبعد ذلك بدأنا في زيارة الدولة الإسكندنافية هي بنيت في السفينة في المقام الأول نعم وبعد ذلك في كرواتيا وبعد ذلك ذهبت ومخرت عباب البحار عاما بعد عام وبعد خمسة أعوام من التجديد والصيانة أظن أن هناك مرآب وكذلك هناك تستوعب مرآب للسيارات كجزء من هذا المكان كجزء من هذه السفينة كذلك المنصة من أسفلنا هناك تشهد حالة من التجديد والصيانة حتى تناسب سفينة الأنشطة التي نرغب فيها كذلك ماذا عن أنشطة التسلية نعم نحن نقدم عدد من أنشطة التسلية لدينا كذلك بعض الخدمات الخاصة بالمؤتمرات لاستيعاب الأطفال ونقوم بعمل الفعاليات والمسالح الثقافية والمسارح والأمر المثير هو أننا نقوم باستقدام بعض الثقافات الأصلية التي تقديمها هنا على السفينة حتى نستمتع بالأداء المحلي أنت أخبرتني أنك أصلا من ماليزيا نعم أنا أصلا من ماليزيا من كوالا لنبور ليس من كوالا لنبور ولكن ربما على حدودها وهذه هي مرتك الأولى هنا في الشرق الأوسط شخصيا لا ليست المرتك الأولى لشرق الأوسط كنت في بعض الأماكن ولكن هذه المرتك الأولى هنا لي في مصر كيف وجدت الجمهورية الجديدة بالطبع لقد سمعت كثيرا عن الجمهورية الجديدة عندما كنت بالخارج كيف وجدتها إذن كيف وجدت الموقف هنا في مصر مقرنة بما سمعت عنه في السابق كما تعلم قابلت إحدى السيدات منذ أسبوع وهي سفرت من القاهرة إلى بورسعيد وقالت هل أنت هنا؟ لا أنا من القاهرة أنا زرت بورسعيد مرة سابقة ولكن لأن آتي إلى بورسعيد هذه المرة أنني تفاجأت في أن أشهد كم هذا التطوير الهائل ومن ثم هذه الرسالة التي أدركناها نعم يا الروعة هذا مكان رائع وكذلك قناة السويس هي من خلفنا وكما التطويرات التي حدثت في بورسعيد هذه إحداها النقطة الثانية وهو دفع وحميمية وكذلك روح الحفاوة في الأشخاص الأشخاص هنا أشخاص مرحبين للغاية ودودون للغاية وهذا بالطبع ما سشغاف قلبنا نحن ممتنون لأننا نحن هنا وكذلك أننا شهدنا هذه التجربة وكذلك الترحيب والحفاوة التي شهدناها هذه المرة مرحبا بك في مصر سعدت بهذه المقابلة معك شكرا لك إدور ديفيد المدير الإداري لسفينة لوغس هوب أشكرك جزيلا شكرا لحضورك شكرا